اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس تعليم برنامج الستريتر تعرفنا في المحاضرة السابقة على بعض الفروقات المهمة بين برنامج فوتوشوب و الستريتر بشكل نظري في هذه المحاضرة راح نتعمق بشكل اوسع في هذه الفروقات لو جينا فتحنا هذا الشعار بداخل برنامج الستريتر مثلا هذا الشعار راح نفتحه ببرنامج الستريتر ونفس هذا الشعار نفس النسخة نفس الاصدار ونفس البروجيكت ولكن راح نفتحه على برنامج فوتوشوب نلاحظ ان الشعار بدقة عالية ولكن لو كبرناه مثل ما تلاحظون راح يبكسل الشعار وبالتالي راح نشوف ردائه في التصميم هذا فيما يخص الفوتوشوب اما الالستريتر لو كبرناه ومهما كبرناه راح نلاحظ دقة عالية جدا من التصاميم ومثل ما تلاحظون الدقة جدا عالية كل ما نكبر بالتصميم كل ما الدقة نفسها بل تصبح اوضح هذا هو الفرق بناحية الدقة طبعا هنا عندنا بيل فوتوشوب عندما نكبر راح يبكسل العمل وبالالستريتر راح يبقى العمل بدقة عالية وبالتالي لو ردنا نشتغل بوسترات كبيرة حجمها كبير لابد انه تكون على برنامج الستريتر ليش لان اذا اشتغلناها على الفوتوشوب بحجم صغير راح بالطباعات الشوة ولو اشتغلناها بحجم كبير راح يعلق البرنامج لان الحجم راح يكون جدا 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 كبير فبالتالي بالالستريتر هو الحل الافضل نجي هنا ناعدنا الارت بورد ونفتح مثلا مساحة جديدة مثلا هذه المساحة راح تكون لبزنز كرت الكرت 9 في 5.5 هذا اللي هو الوجه الاول طبعا هذا الوجه الاول لو ردنا نعمل الوجه الثاني لابد انه نفتح مساحة جديدة وطبعا نحفظها بمكان اخر ولابد انه نجمع حنسوية النسختين او الوجهين وبالتالي راح يصير عندنا الحجم كلش كبير وممكن تنفقد احدى عن النسخ وممكن نحفظها بمكان اخر وبالتالي مشاكل كبيرة اما في برنامج الستريتر العمل مختلف لو ردت اعمل كرت هذا الكرت مثلا وفي داخل البروجيكت في داخل المشروع ممكن اضيف الوجه الاخر مثلا الى رحنا على قائمة ويندو رح نجي هنا الى الارت بورت هذا هو الارت بورت رح نفعله هذا الارت بورت لو اجينا هنا على الخيار اللي هو نيو ارت بورت مثل ما تلاحظون رح يضيفنه وجهيا الوجه الثاني بداخل برنامج الستريتر طبعا نقدر نضيف الوجه الاخر وطبعا تصاميم اخرى لو عدنا مثلا مجلة او عدنا بروشور او عدنا مثلا فلاير متعدد الاوراق طبعا لا ننسى انه احنا حاليا في نفس العمل اما في برامج اخرى كالفوتوشوب لابد انه ننتقل الى ملف عمل اخر فالميزة هنانا الجميلة انه بنفس العمل نقدر نضيف اكثر من صفحة وطبعا انا ما انصح انه تزيد عدد الصفحات اكثر من عشرة في الالت سريتر ليش لين راح العمل يصير كلش تقيل طبعا في حال لو كان حجم الاوراق كبيرة او عدد الاوراق كبيرة لابد انه ننتقل على برنامج اندزاين طبعا هذا هو الفرق اللي هو فيما يخص الارت بورد طبعا اهنا نعدنا بالالت سريتر لو ضفنا مثلا مربع هذا المربع وحذفنا الطبقة الرئيسية لو ضغطنا على كونترول اي راح نلاحظ ان البرنامج راح يحددنا الكل وكل الطبقة وبالتالي هذا الشيء مزعج وفي نفس الوقت هو راح يستهلك حجم كبير من الرام اما في الالت سريتر العملية مختلفة لو رسمنا مثلا مستطيل هذا المستطيل وطبعا لو ضغطنا هنا وضغطنا على كونترول اي راح نلاحظ انه يتم تحديد المستطيل فقط هاملا البقية او المكان الفارغ وبالتالي راح يسهلنه بالحجم والعمل وغلة استهلاك للرام اهنا عدنا الليرز والصب ليرز اذا اجينا على الفوتوشوب وردنا نضيف طبقة نلاحظ كل الطبقات هي بنفس المستوى اما بالالستريتر الطبقات مختلفة لو اجينا على قائمة ليرز هذه قائمة ليرز واجينا هنا بالاسفل عدنا هنا ليرز كريت نيو ليرز وعدنا هنا كريت نيو سب ليرز اي انه نقدر نعمل طبقة رئيسية وطبقة فرعية طبقة فرعية ايضا نقدر طبقة فرعية وهكذا ونقدر نغلق هذه الطبقات وطبعا نقدر نضيف طبقة رئيسية وهذه الطبقة الرئيسية نقدر نضيف لها طبقات فرعية وهكذا طبعا هنا البرنامج راح يسهلنه لو وردنا نرسم مثلا شخصية كاركتر نقدر نرسم الاذن في طبقة وطبقة رئيسية طبعا والان في طبقة رئيسية ايضا اما العيون في طبقة اخرى وهكذا اما تفاصيل الاذن والعيون تكون بطبقات فرعية وبالتالي راح يسهل علينا حجم الطبقات وبالتالي راح نقلل من استخدام الجروب اللي هو راح يستهلك هنا حجم كبير من الرام طبعا الساب لايرز غير متوفرة تماما بالفوتوشوب فقط في الالسريتة طبعا عدنا هنا الورك اريا بداخل الفوتوشوب لو وردنا نضيف مثلا شكل او وردنا نرسم خارج مساحة العمل ما نقدر نرسم خارج مساحة العمل لو ضفنا هنا شكل هذا الشكل ما راح يظهر ليش لان البرنامج يتيحن الرسم بداخل ورقة العمل فقط اما برنامج الالسريتر فيسمحنا ان نرسم الرسم بخارج ورقة العمل وبالتالي بعد من نكمل الرسم راح نضيفه بداخل ورقة العمل وبالتالي نقدر نكسب الوقت ونقدر نكسب الدقة بالعمل طبعا برنامج فوتوشوب راح يكون بطيء وبرنامج الالسريتر راح يكون سريع ناخذ في المثال واجينا مثلا فتحنا ملف جديد وبهذا الملف الجديد مثلا راح نضيفه كتابه معينه لو اجينا كبرنا هذه الطبقة او هذا التصميم راح نلاحظ انه العمل بداخل فوتوشوب يبدي باكسل وبالتالي يبدو الدقة تقل حتى نحافظ على الدقة ممكن انه نزود الحجم بالامج امج سايز ممكن ثلاثمية نخليها ستمية طبعا ممكن نكبر وبالتالي البكسلة راح اتقل لو وردنا البكسلة هذه اتقل اكثر نروح على امج وامج سايز ونزيد من الدقة نخليها مثلا الف وبالتالي اوكي اذا تلاحظون انه الدقة راح تكون اعلى والبكسلة راح تقل نوعا ما اذا اردناها تقل اكثر نروح على امج ونجي على امج سايز والالف راح نسويها الفين طبعا طبعا هالشي يطينه دقة عالية ولكن شوف مثل ما تلاحظون برنامج راح يبلش يعلق ويصير ثقيل جدا ورح يستهلك حجم كبير جدا من الرام طبعا هالشي بداخل الفوتوشوب خاطئ جدا اما بداخل السريتر لو اجينا نضيف كتابه اي كتابه وليكن مثلا اذا لاحظ ممكن انطيها لون اللي هو اللون الاحمر اذا لاحظ انه عندما نكبر انه البرنامج يكون خفيف جدا والدقة عالية جدا والبكسلة راح تكون صفر هنا ليش لانه البرنامج يعتمد على المعادلات الرياضية اما بالفوتوشوب البرنامج يعتمد على البكسل ومثل ما تلاحظون العمل سريع جدا والبرنامج سريع وخالي من التبطئات والتوقفات المفاجئة طبعا برنامج السريتر هو من البرامج الرائعة جدا والرهيبة جدا وان شاء الله سنتعلم في هذا البرنامج مزايا كبيرة وتصاميم جميلة ان شاء الله مفصلين مهمين بالالسريتر راح ناخذهن ان شاء الله تصميم الشعارات وتصميم الانفوغرافيك نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر